اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بأشياء عديدة كثيرة ومنها المساحة الداخلية والاتساع ومساحة التخزين وحتى بعض التقنيات الداخلية أبرز منافسين للهوندا سيتي اللي هي التيوتا ياروس والهونداي أكسنت نحكي أكتر عن طراز هوندا سيتي 2015 تجي بثلاث فيات الفئة الأقل هي DX الفئة الثانية LX والفئة الثالثة والأخيرة الفول اوبشن هي EX فئة كاملة المواصفات هدول الفئات بيجوا على منطقة الشرق الأوسط الاغتلافات من بين الفئات موضوع كشفات الضباب حجم الجنوت عنكم الإعدادات الداخلية نحكي عنها بالتفصيل إن شاء الله نبدأ الآن من الشكل الخارجي تصميم هوندا سيتي بشكل عام صار أجمل بكثير هذا رأيي شخصي أنا كنتشوف هوندا سيتي في الشارع عادة سيارة عملية بتمشي خلاص سيارة ممكن تكون شركات وغير ذلك هوندا سيتي 2014-2015 جديدة لأ أنا ستشوفها سيارة ممكن طلاب جا ما يقتنوها ممكن عائلة صغيرة شاب متزوج جديد سيارة صراحة رهيبة سبب تصميم صار شبابي أكتر فلسفة هوندا بتصميم سيتي اسمها سليك كروس موشن تصميم انسيابي تصميم فيه حد بالخطوط عم نشوف صار تواجهة السيارة بشكل عام فيها خطوط تعرجات أكتر فيها لبسات رياضية كت السيارة السفلي عم تحس أن السيارة عليها بديكت مدمج فيها بشكل عام فكتير حبيت تصميمها كشفات الضباب موجودة على سيارة تصميم فقط على فئة الـ EX كاملة المواصفات التي معنا لليوم عندك فئة الـ DX والـ LX اللي هم الأقل من الفئة التي معنا لليوم يأتي بجنوط مقاس 15 إنش أما ما معنا لليوم تصميم 16 إنش أليمنيوم كما نرى كماني إن شكلهم نوعا ما رياضي عم يحاولوا تجعلوا الفئة تكون شبابية أكتر ويجيبوا فئة جديدة يشتروا السيارة غير فئة الشركات الآن الاختلافات تكون بين الفئات موضوع طي المرايا كهربائيا عندكم مسكات الأبواب تكون كروم على فئة الـ EX اللي معنا لليوم كفول أوبشن الدخول الذكي بدون مفتاح كمان على فئة الفول أوبشن بيجي مثل هذه الموجودة معنا عم نشوفهم كمان عنكم مثل زعنفة بأعلى السيارة هذا الجهاز استقبال أيضا بجي على فئة الـ LX والـ EX طول الشاسي نفسه لهوندا سيتي الجديدة زاد بمقدار 5 سنتيمتر فلما تحكي عن 5 سنتيمتر يعني صراحة طول كتير كبير بالنسبة للشاسي عطاق مساحة داخلية رهيبة أما بالنسبة للطول الإجمالي للسيارة فزاد بمقدار 2 سنتيمتر ارتفاع السيارة زاد بمقدار 7 مليمتر عرض السيارة هو هو ولكن هوندا عنده فلسفة جديدة كمان تحكي لك مور مان لس ماشين أو بما معناها الأكثر للإنسان والأقل للآلة يعني هوندا بهمة أنه أنت تعطيك قدر الأمكان مواصفات مساحة مع يعني مراعات أنه هاي السيارة لازم كمان يكون إلى مواصفات معينة راحة أكثر للإنسان من ناحية مساحة ومواصفات الآن هوندا سيتي 2015 من الخلف الاختلاف بين فئات ثلاثة بيكون أنه فيئة اي اكس الفل اوبشن بيجي عليها حساسات ركن خلفية تصميم الإضاءة الخلفية عجبني لماذا؟ لما بيكون لك تصميم إضاءة كبير بتحس السيارة هي ماشية أمامك بتحس عريضة بشكل عام الهوندا سيتي عبتكون أعرض من الخلف مقارنة بالأمام فهي تصميم كمان يعطيك إحساس السيارات نوعا ما رياضية هايها فلسفة هوندا يعني عم تعطيك نوعا ما تصميم شبابي بالنسبة لها المساحة الخلفية لهوندا سيتي أو الحجم التخزين الخلفي بالنسبة لأمتعة صراحة حجم خيالي 536 لتر مساحة الخلفية أكبر من بعض السيارات السيدان أكبر منها فما بلكم بالسيارات اللي قريبة منها في الحجم سواء كان الأكسنت ولا اليارس فباعتقد أنه بشكل تقريبي بشكل تقريبي هوندا سيتي تتفوق من ناحية مساحة التخزين الخلفية بمقدار 100 لتر عن منافساتها تقريبا بشكل تقريبي هذا الموضوع كمان بيلعب كتير دور مهم طبعا المساحة من ناحية الانخفاض لتحت عنكم مساحة بالارتفاع أما بالنسبة للداخل فهي عادية يعني مو كتير عميقة يعني كنت بحكي أنه مصورنا عمور مشوي أخي حاس أنه هوندا عارفين أنه أنا كتير بعلق على موضوع المساحات الخلفية ومساحات كمان بالنسبة للرأس فصراحة من أكثر السيارات ضمن منافساتها أو حتى بفئة سيارات السيدان اللي برتاح فيها فعليا من الخلف سواء كان مسافة الأقدام حتى تحت المقعد الركب مسافة الرأس رهيبة غير إذا رجعت الخلف أكيد حيصيد حيصيد رأسك بس رهيبة خصوصا إذا كنت تتمكن السائق فموضوع المساحة الداخلية شباب لا تفكروني أنا عم بالغ في الشرح أو عم متحيزة هوندا أو غير من شركتاني بس يعني الحق يقال أنا أخيرا منايب نشي من كل الشركات يعني بس الحق يقال مساحة داخلية رهيبة تصميم خارجة رهيب إلى الآن الكلام وصلنا له فتحات تكيف خلفية موجودة بالسيارة مداخل بور موجودة المسند الوسطي ما بيجي على كل الفئات وحملات الأكواب بيجي على فئة فل اوبشن اللي هي الـ EX وفئة الـ LX وما فئة الـ DX ما بيجي عليها مسند وسطي دعوني نجرب المقعد بالنص والله حتى المقعد الوسطي بالنسبة لي معقول تلوهم شايفين نظام الصوت الآن موجود بسيارة هوندا 6 2015 عنكم نظام قياسي أربع سماعات بجي على فئة الـ DX ولX أما فئة الـ EX اللي معنا لليوم فل اوبشن فبيجي نظام الصوت ثمانية سماعات نظام صوت رهيب جدا وفيه شيء رهيب أكثر حتى تعرفوه بس ننتقل الأمام ونشوفها الشاشة الموجودة على السيارة 7 انش توجد لغة عربية صراحة بالنسبة للمنافساتها غير ركز على المنافسات إضافات حلوة ذكرت بحلقة هوندا أكورد اللي يعجبني بالسيارات هوندا انك انت بتحس بجودة المواد الداخلية بتحس انه صحية بلاستيك بس يعني تداخل الالوان البيانو بلاك مع السلفر يعني تحس فيه أناقة نوعما يعني حتى السجاد الأرضي سيضع لك لون بيج مرتب مع الفرش الداخلي كان يجب بالتراز السابق كله لون أسود فعم شوف فصمات السيتي أيضا موجودة يعني عزز هوية الهوندا سيتي الفرش الداخلي سيجب كله بيج على كل الفئات كان يجي طلب مثلا كراسي بتأكيد تحكم مانيول هاي انسوها عليك طيب الآن لحكيتكم فيه شيء رحل بالأمام اللي هو وصلة الـ HDMI كنا نشوفها بالتلفزيونات باللابتوبات هوندا نضيفها على التراز الهوندا سيتي طيب عمورة نتلفونك الآن بعد ما وصلت التلفون بالـ HDMI نشوف انه سريع جدا 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 حلو انه بالموضوع هال انه فينا ادخل اشوف فيديوهات فينا ادخل اشوف صور اضافة حلوة على السيارة اوبشن كتير حلو بالنسبة كالسيارة اضل احكي لكم عيد وكرر سيارة تعتبر شبابي سيارة طالب جامعة سيارة عائلة صغيرة سيارة عائلة صغيرة مساحة تخزين مساحات صغيرة ممكن تكون لتليفون او مثلا بزنس كارد مساحات تخزين على الابواب موجودة عجلة القيادة وثبت السرعة موجود عنكم هون تحكم بالشاشة بتم من خلال الازرار الموجودة على اليسار بوتوث موجود بالسيارة تشغيل عن طريق الزر موجود على فئة الـ EX اللي هي كاملة المواصفات اللي معنا لليوم التحكم بالتكيفع بيكون شاشة لمس ايضا كمان اضافة حلوة وعلى فئة الـ FULL OPTION فقط اما باقي الفئات ستكون تحكم ماني والعادي العدادات واضحة لا يوجد أي شيء معقد في عنكم على الأطراف مثل خطين صغر او اقواس صغيرة بلون الازرق ممكن انت بس تمشي بتدوس بتصير أخضر او في حالة انت قيادة كانت اقتصادية بتكون متضوائي الآن الـ SHIFTING BATTLES اضافة غريبة على السيارة يعني سيارة بمحرك 1.5 ضعيفين من SHIFTING BATTLES يعني اعتقد هندا بتحكي للشباب خلاص شوفتكم انتم بالسيارات بتشوفوا سبور عم نحاول نحط لكم ايها فيعني نوعا ما عم بتعطي سيارة فيها معظم مواصفات اللي بيحلن فيها شاب اخذ لسن ما دخول قليل ما عنده قدرة ان يشتري سيارة كاملة فيعني سيارة فيها مواصفات حلوة نعمة خفيفة تصميم حلو رياضي شباب ممكن الوان غير الابيض نزلوا لون جديد اسمه Golden Brown فعني الوان تكون غريبة الوان رياضية بتحجيب طالب او جامعة وغير ذلك الآن الزر الموجودة بشكل سريع خلف السيرينج على الإسار فيه زر اخضر هو زر توفير الوقود سيارة اقتصادية اكتر عنكم زر التحكم في المرايا وعنكم تحت زر وزر التحكم بحدة او انخفاض اضاءة العدادات مساحة تخزين خفيفة صغيرة محرك الهوندا 6015 محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر او 1.5 لتر محرك قوته 118 حصان عن 6600 دورة بالدقيقة اما بالنسبة للعزم بوصله 145 نيوتن متر عن 4600 دورة بالدقيقة 14 صمام على المحرك طبعا اعذرنا المحرك وسخ مو منظف كثير بس هو هكت اخذنا استرنت السيارة التجربة من الوكالة ممنوع في المحرك بأي مواد معين بس حبيت اخبركم سيارة بدات مجلس ترقية سيارة هوندا سيتي الجديد كانت سيارة حركة سيجم السيارات اعتصادية بس يمجلة جمع المحرك سيجم اللاعة السيارة السيارات والعالم انه لا اقتصادي غير تكلفة سيانته قليلة وتتحمل جدا واسرع بالانطلاقة اسرع بالتجاوز وبشكل عام مريح للسيارة اكتر اذا انت تقود السيارة بالقيادة الطبيعية قيادة اقتصادية مثل هوندا سيتي سيارة اقتصادية محرك صغير يهمك انت تكون مصروفة قليل مثلا انتو الان عنا الشاشة هاي تشوفو امانكم يطلع عندك مصروف السيارة البترول تشوفو رحلة حالية 19 او 20 او كم كانت السبب ان انا كنت مجرد التسارع من صفر الامية قبل ان ابدأ تصوير وصلت 24 لتر اما بشوفو رحلة السابقة انا كنت جاي تقريبا من مسافة بعيدة لما كانت تصوير 7.7 لتر مل بترول لكل مئة كيلومتر ممكن يكون اقل ممكن يكون اكتر بس المعدل الوسطي الطبيعي لسف السيارة بوصلت 8.5 لتر مل بترول كل مئة كيلومتر فل التنك 40 لتر بالنسبة للسيارة هو نفس الشاس الموجود على شغيقتها الهوندا جاز السيارة بشكل عام في حالة القيادة على طرقات في حالة القيادة على سرعات معقولة ستكون سيارة نعمة سليسة تحكم بالعجلة القيادة دقيق نفس مكان موضوع الأكورد اذا سبق شفتوا التجربة لما شافها موجودة تجربة ان شاء الله ستشوفوها تحت الحلقة في موقعكم عرب جيتيب عجلة القيادة دقتها سأخبركم كيف مبدأ اذا انت لفيت بدرجة 10 درجات أو 20 درجات تشعر ان تذهب معاك السيارة 20 درجات أو 10 درجات ففي دقة واضحة بعجلة القيادة نشوف خبرة الهوندا سياراتها بشكل عام تحب تكون مميزة دائما تغرد خارج السرب تنافس المنافسات وهوندا تشعر لحالك على دنب مبيعاتها موجودة الى عشاقها لحالها سواء كان بالسبك 98-90 الى عشاقها هي السيارة نفس المألان عبد تعطيك سيارات تصميم معين شبابي اداء معين تقنيات معينة دقة معينة تصميم رياضي واداء رياضي حتى على سيارات أرباسلندر هوندا سيتي بحث سرعات المنطقية 100-120 ثبات السيارة جيد لا احد يأتي للمية وعشرين لا هون ما فيه ثبات السيارة تفع أمامي وزنها لا يتجاوز 1092 كيلوغرام فشي طبيعي لا تكون ثابتة معاك ولكن على سراعات منطقية بقيادة منطقية للسيارة السيارة تعتبر ثابتة عزلة جيد سيارة هوندا سيتي غير موضوع الأمان في الوسات الهواية اضافة لإي بي أس صار موجودة على السيارة كمان اضافة حلوة يعني نظام خلي نحكي مو تركشن بس فيه أنظمة بالتأكيد بالسيارة تتحكم بثبات السيارة بالنسبة لتسارع هوندا سيتي الآن ما رح نحكي عن تسارع الرسمي اللي هو بتحطه الوكالات أو الشركة السيارات بتجربه في ظروف معينة هو ممكن وصل معاك 11 ثانية 1 2 3 50 60 70 90 100 11 ثانية 1 2 8 تقريبا يعني الانش اللي بميز هوندا سيتي عن منافساتها انا حكيت بالبداية منافسات الأساسيات Toyota Yaris لا ننكر قوة سوق Toyota Yaris لا ننكر قوة الصانع الكوري في السنوات الأخيرة بمعظم الدول العربية خاصة بالسعودية والإمارات هوندا سيارة مميزة أيضا لا ننكر كمان أنه سيارة مميزة بالنسبة لي تتفوق من ناحية تصميم طبعا بعيدو كرر الشكل مسألة ذوقية بس من ناحية تصميم شبابي أنا بطلع على هوندا سيتي أنه صراحة تصميم سيارة جميل بالنسبة لمنافساتها بالنسبة للمساحة الداخلية شفتنا الياروس كبروا مساحة الداخلية أيضا بطراز الأخير الأكسنت نفس الشي بس كمان هوندا سيتي نحس أن المساحة الداخلية صارت أقرب للمنافسات أو الحجم الأكبر من سيارات السيدان مثلا كامري أو نركز على فئة كورولا ألنترا أو هذه الأحجام حتى السيفك فنرى أن السيتي صارت أكبر حجما كل هذه السيارات بها الفئة بشكل عام اقتصادية سيارة السيفيتي أنا بعتبر اقتصادي أكثر من نظمة نقل السرعة الأخرى لماذا؟ لأنه يكون أريح للسيارة بشكل عام هناك حالة القيادة الطبيعية ليس حالة الرئيس والدوس فل فأعتقد معظم الشركات تتجه لإضافة سيارات السيارات الصغيرة كثير من الناس يسألوني ماذا تفضل هذه السيارة أو هذه السيارة سيارات لا يوجد شيء اسمه أفضل لو كانت أفضل ترى السيارة موجودة في السوق أو في الشارع لا المسألة ذوقية ومسألة قوة وكلاء وأسعار صيانة وكثير من الوقت الأول المسألة بالنصة المسألة سوف نرى بعض التعليقات و أحد التعليقات على حلقة GMC Terrain حربي سيارات تجرب قيادة Yookan Dinali و جننسس 2015 أعطينا ملاحظاتك و تشرح سيارتين تشخصياً بالتفصيل شكراً ثلاث سيارات بكمونت واحد اليوكن و التاهو جربتهم سوهايب كان تجربة مفصلة تقريباً و جننسس ايضاً جربناها مع مصعب شباب برنامج تغطية خاصة برنامج تجربة قيادة برنامجين منفصلين بطريقة معينة تغطية خاصة بيكون أن سوهايب مصعب فترة قصيرة جداً لتجربة السيارة فما بيكون عندي ملاقب أن يتحدث تفاصيل كاملة فنحنا بيكون لأولوية الحمد لله نحن نكون لتغطية خاصة بإطلاق أول تجربة عالمياً وبعد فترة بس وصل السيارة لأسواقنا منطقتنا أنا باخد بتجربة قيادة أو بتسدرايف فأنا إن شاء الله سأأخذ كل السيارات الذكرتوهم قريباً جداً إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله و رحجربهم التجربة التفصيلية واللي ما شاف الحلقات اللي ذكرهم حربي موجودين حلقات إن شاء الله في قسم الفيديو بموقعكم عرب جي تي و إذا ما لاقيتونهم اكتبوا لي تعليقوا أنا بأعطيكم الرابط إن شاء الله بس لا تنسونا من لايك شير سبسكرايب وتابعوا عرب جي تي بالسمرار رح نوصل على العالمين إن شاء الله باسم العرب حياكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة